اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن الشهداء يمثلون أسمى نماذج التضحية وأقدر من يكتب في سجلات الفخر والاعتزاز معاني الوفاء والعطاء فداء للأوطان والذودي عن حياضها وحماية لمقدرات الأمة والإنسانية جاء ذلك ضمن زيارة معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق لواحة الكرامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث تمثل الواحة معلماً وطنياً إماراتياً وواجهة للتعريف بشهداء الإمارات البواسل واستعراض قصصهم البطولية في الدفاع عن وطنهم وأمتهم وأشارت معاليها إلى أن ميادين الشرف والعزة في الذود عن دولنا وأمتنا والدفاع عن أمنها واستقرارها كانت شاهداً على وحدة الدماء الزكية وامتزاج دماء الشهداء البواسل لمملكة البحرين مع شهداء دولة الإمارات ونموذجاً حياً لاندماج روح التضحية والفداء بين الأشقاء في ساحات الكرامة وأكدت معاليها أن واحة الكرامة تجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالبطولات المشرفة للشهداء الأبرار وعرفاناً لما قدموه من تضحيات وبذل في سبيل الحفاظ على أمن وطنهم وكرمته يأتي ذلك في سياق الزيارة الرسمية التي تقوم بها معالي رئيسة مجلس نواب لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ترجمة نانسي قنقر